في برامج الاستجابة الإنسانية وأعمال الإغاثة الدولية تتبوأ المملكة العربية السعودية الشقيقة اليد الأعلى والأسخى دعمل لليمن ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن ريتشارد راقان أكد على إسهام السعودية بمليار ومئة وثمانية وستين مليون دولار أمريكي في استجابة برنامج الأغذية العالمي في اليمن منذ العام الفين وخمسة عشر ومنذ العام الفين وخمسة عشر دشنت السعودية الشقيقة عملية إعادة الأمل كأكبر استجابة إنسانية لتلبية احتياجات اليمن جراء الحرب الحوثية التي أودت بقدرات البلد في مواجهة احتياجاته الداخلية وأنجدت الإغاثة السعودية عبر مركز المليك سلمان لأعمال الإغاثة الإنسانية وبرنامج إعمال اليمن البلد الجار الذي جار عليه الزمن بأسوأ جائحة في تاريخه وعلى مستوى عالمي حيث أسعفت التمويلات السعودية السخية لمنظمات الإغاثة الأممية في اليمن العائلات الأشد احتياجا إلى أساسيات الحياة المعيشية وأغلبهم في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثية الإرهابية وكان للتدخلات الإنسانية من قبل الأشقاء السعوديين دور كبير في تقليص الفجوة الاقتصادية التي عمدت معاول الهدم الحوثية إلى توسيع شروخها بغية استثمار الأزمة الإنسانية لصالح أجنداتها العسكرية والسياسية وهكذا تبرز المملكة الشقيقة في ظراء اليمن كأول يد تمتد لانتشار البلد الجار من أزمته وإنقاذ مواطنه من شبح المجاعة والانزلاق في براثن العوز المعيشي الحاد والفاقة المهلكة اشتركوا في القناة